أكثر من نصف ميزانية التنمية في إيران تذهب إلى الإنفاق العسكري المرشد الإيراني علي خامنئي أوصى بتخصيص مليارين ونصف المليار دولار للإنفاق العسكري بعد سحبها من صدوق التنمية الوطنية في موازنة التنمية العام المقبل الذي يبدأ في مارس فيما خصصت المبالغ المتبقية في صندوق التنمية في عدة قطاعات منها 100 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالفيضانات و100 مليون لتلقيح الأطفال وأكثر من 600 مليون دولار لمشاريع المياه والتي هي أقل بكثير من تلك المخصصة للميزانية العسكرية وفيما بلغت ميزانية الدفاع في العام الماضي 13 مليار و500 مليون دولار استحوذ الحرس الثوري منها على نحو 8 مليارات دولار وفق أحصائيات إيرانية رسمية كما أن الحرس الثوري نال الحصة الأكبر من موازنة الدفاع خلال السنوات الماضية وزادت المخصصات الممنوحة للحرس إلى أكثر من الضعف في أربعة أعوام خلال مشاركته في الحروب القائمة في المنطقة عبر نشر ميليشياته في مناطق الصراع الرئيسية بشاير المطيري العربية